شهد عام 2013 ارتفاعات متواصلة في الأسعار في ظل القرارات الحكومية المتتالية التي أثرت على المواطن الأردني وزادت من أعبائه ومع أن العام 2013 سجل أعلى حجم مساعدات فإن مستويات العجز والمديونية في الموازنة ما زالت تراوح مكانها أحداث اقتصادية كثيرة وإنجازات شهدتها المملكة في العام المنصرم نلخصها في تقرير ليلة السيد كان عام 2013 مليئا في الأحداث الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي وتشير زنامة الأحداث إلى تحقيق المملكة إنجازات هامة خلال العام الحالي على مختلف الصعود وخصوصا الاقتصادية رغم التحديات التي تعصف بدول منطقة والتي كان لها الأثر السلبي على معدلات النمو الاقتصادي وأرقام البطالة جراء مزحمة اللاجئين السوريين للأردنيين في الوظائف مما عمل على رفع نسبة البطالة إلى 14% وتمكن الأردن من إنجاز المراجعة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والحصول على دفعات تراكمية تزيد عن مليار دولار بنحو 40 مليون دولار كجزء من القرض الممنوح للمملكة والبالغة قيمته 2 مليار دولار 2013 والتي تجلت باختتام المملكة للمراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني وكانت تحسين الوضع الماء في المملكة بارزا أيضا لهذا العام فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين الأحمر الميت الذي يوفر تحلية مياه لكميات تزيد على 100 مليون متر مكعب إضافة إلى استخدام كميات من مياه الديسي وبدء الضخم منها إلى مناطق العاصمة عمان كما احتل موضوع مكافحة الفساد حيزا مهما إذ تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013-2017 وخلال العام الحالي قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية رفع مساعداتها الاقتصادية للمملكة بقيمة 340 مليون دولار كمساعدات اقتصادية إضافية سنويا اعتبارا من العام المقبل 2014 وبموجب هذا القرار سيرتفع حجم المساعدات الأمريكية المالية للأردن إلى مليار دولار سنويا في نيسان 2013 وقع الأردن اتفاقية مد أنبوب النفط العراقي الذي سيبدأ من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة وفي أيار 2013 وقعت وزارة التخطيط والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقيتين منح في قطاع الطاقة من خلال حصة دولة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية بقيمة 215 مليون دولار كما وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية ثلاث اتفاقيات تمويلية قطاعية بقيمة 179 مليون 400 ألف دولار استكمالا لحصة المملكة العربية السعودية من المنحة الخليجية للأردن البالغة 5 مليارات دولار على مدار 5 سنوات كما أشارت البيانات الخاصة بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منطقة البحر الميد إلى اهتمام دولي بالمنتدى الذي يصدف الأردن للعام السابع وأشارك فيه حوالي 70 شخصية من بينهم 25 وزير و120 سيدة من الرائدات في مجالهن و28 شخصية أكاديمية بارزة و25 من الرواد الاجتماعيين و60 شخصية من القيادات العالمية الشابة بالإضافة إلى 250 صحفيا وإعلاميا ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بإقامة مدينة صناعية في محافظة الزرقاء عقدت في منطقة البحر الميت لاجتماعات المخصصة لكبار مسؤولي الطاقة في دول الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي للبحث في الاستعدادات الخاصة بإعداد خطة الطاقة الشمسية وبدأت المملكة في السير باستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية القائمة على معالجة خسائرها عبر تنفيذ الحكومة الزيادة الأولى في 16 آبل ماضي واستثناء المواطنين الذين تقل شرائح استهلاكهم عن 50 دينار شهريا مقابل رفع بنسبة 15% على معظم القطاعات كما وصلت لجنة تسعير المحروقات طيلة العام 2013 بإجراء التعديلات على أصناف المشتقات النفطية محليا صعودا أو هبوطا أو تثبيتا بناء على التغيرات في أسواق النفط العالمية ليلة السيد رؤية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة